بسم الله الرحمن الرحيم صافي مميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن كرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفتدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى الأربعين فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقفوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن كرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذيب لولا أربطنا على خلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبطرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تفر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ما أسرهم لا يعلمون ولما بلغا شده مستوى آتيناه شكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين رفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا لهذا من شيعته وهذا من عدو فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرق قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تدودان قال ما خطبكما قال كا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقالوا ما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير سقير فجاءته إحداهما تمشي على استخياء قالت إن أبي يدعوك ليجذيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقف عليه القفف فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بن سياسين على أن تأجرني ثماني حزج فإن أثممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف من جانب الصور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار أو جزوة من النار لعلكم تصنون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعطب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سور واغمم إليك جناحك من الوهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أخطح مني لسانا فأرسله معي فأرسله معي لذا أن يصدقني إني أخاف أن يكذب قال فنشد عربك بأخيك ونجعل لكما سلقانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتغى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء لا أدل هدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال في العون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الصين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم مئمة أنهم يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بطائر بطائر للناس وهدى وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موت الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن ما كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نازينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا وقالوا إما بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عياد الله هو أهدا هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم خادقين فإن لم يستجيبونك فاعلم أن ما يستدعون فاعلم أن ما يستدعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتابا قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أدرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمزددين وقالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن ما أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها حتى يبعث في أمها رسولا يسلو عليهم يسلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا خير كمن متعناه متاع الحياة في الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يتاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن قدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبطرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يسترون إن قارون كان من قوم موسى فلغى عليهم وإذا كانوا من أشهر إلا هاتوا بها وتزموه بالعسبة لتزموه بالعسبة للغوة إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب البلدين واجتغي فيما آتاك الله التاع والآخرة ولا تنت أطيبك إلى الدنيا وأحسنك ما أحسن الله إليك ولا تتغيب فساد في الأرض إن الله لا يحب البلدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في ذينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما مثل ما أوتي طارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وي لكم ثواب الله خير لمن آمن خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصر له من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبتط الرزق لمن يشاء يبتط الرزق لمن يشاء من عبابه ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أن من لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد دمك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هذا إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنع